هنا اه السؤال ده برضو فيه اتنين ترانسفورمار سيقول لك ان هما اتنين ايديال ترانسفورمار يعني ايه هندرد برسنت طيب هوا دوقتي عايز ايه هو عايز الباور كونسيومنج في رزيستنس ايه الاردي طيب واحدة واحدة كده انا ملاحظة ان هوا مديني كل الفيهات طبعا ماشي طبعا انا محتاجة اما ريشو بالنمبر افترن اما كارنت عشان عفا اشتغل طيب اعمل اه ده والله ده هو جيه هناك هنا مديني الفولت والرزيستنس بتاعتها صح كده يعني مديني الفولت بتاع الرزيستنس داي فانت هتجي تقول لي والله ده تلاتين فولت ودي تلاتين اوم يعني اللي ماشي هنا هوت هو عبارة عن على يعني تلاتين على تلاتين بواحد امبير يبقى الكارنت اللي ماشي في هنا هو بيساوي واحد امبير يبقى ده يبقى الاي السكندري. التاني ده كده انا بقى معايا ايه? بقى معايا ريشيو. نقدر نشتغل نشتغل. يبقى على 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 يعني مية على خمسين بيساوي واحد على ما عرفش اللي هو الاي برايمري. فهنا الاي برايمري هيطلع بكم? هيطلع بزيرو بوينت فايف امبير. يبقى الكارنت اللي ماشي في اللي هو دهو كام زيرو بوينت فايف امبير? اللي هو هو نفس الكارنت اللي ايه? اللي كان ماشي في دي. صح? طيب. طب ما انا دل بقى انا جبت الكارنت اللي ماشي في دي بكام زيرو بوينت فايف امبير. طيب. باجر السؤال اللي قبل دوت كنا بنقول ايه كنا بنقول ان والله ان مفروض اللي هيخرج من دهو. الاول هو هو اللي يروح للايه? للسكندري التاني. بس اللي انا ملاحز ان دول مية وعشرة دي وصل هناك مية بس. فده معناه ايه? ان اكيد العشرة دول راحوا فين? اكيد راحوا للريزيستنس. وانت دي بطلع امام عشرة دي هتاخد ايه? عشرة فولت وبقية الكويل التاني ياخد ايه? ياخد المية فولت. يبقى انت كده بقى معاك ومعاك وهو عايز فالباور بيساوي في فيه. يبقى ايه? يبقى في عجرة يديني خمسة واط. من غير ما اتعامل خالص مع اي حاجة في ايه? في الفكرة كلها ان انا اخد ان ده بمية وعشرة وده بمية فانا عرفت ان اكيد اللي في بعشرة وجبت الكارنت اللي ماشي في هو الكارنت اللي ماشي في التاني اللي عن طريق ان انا جبت الكارنت في اللي في الايه اللي في السكندري التاني بس كده.